اشتركوا في القناة في نهاي دور أوطار إفريقيا بنسبة 99.99% كما أشنا إلى ذلك في العنوان اللهم إن حدثت مؤجزة في مباراتي ما يعتبر أمرا مستبعدا للغاية لعدة اعتبارات على كل حال نعود بأجالة وباختصار لمجرأيات مباراة الأهلي ووفاق الصيف أنا قد عنونتها وقد اختزلتها في كلمتين فقط هي خبرة الأهلي خبرة لاعبي الأهلي حسمت المباراة هناك من سيقول أن النقص العدد أثر على لاعبي ووفاق الصيف خاصة أنه جاء في الشوط الأول صحيح هذا كان له تأثير ولكن لو ركزنا في مجرأة المباراة منذ بدايتها وتسجيل الأهلي للهدف الذي ألغي بداعي تسلل بعد العودة لتقنية الفار وضغط الأهلي الرهيب على دفاعات ووفاق الصيف وإصرار لاعبي الأهلي على تسجيل الهدف هذا يبين أن الأهلي كشر عن أنيابه هو أن أهلي دور المجموعة الذي كان أدأه متنببا ومستواه لا يليق ولا يرقى لما عهدنا على الأهلي لكن حينما يصل الأهلي لأدوار متقدمة يسترسل ويبدأ في إظهار شخصيتها القوية وشخصية حامل الرقم القياسي في التتويج بلقى دور أطار إفريقيا بعشر عشر مرات الأهلي الآن قدم مباراة قوية سجل أربعة أهداف وضح قدما ونصف القدم في أنهائي ليلتحق بالفريق القوي أيضا الويداد في أنهائي قبل مباراة نسبة كبيرة جدا كما قلنا الفريقان سيلتقيان إن شاء الله في النهائي بقي أن يحدد الكافت أين سيلعب النهائي هل في ملعب مركب محمد الخامس من البيضاء أو بالسينيغال على كل حال أيام قليلة ونكتشف أين سيلعب نهائي دور أبطال إفريقيا نبارك لأهلي هذا الفوز ونتمنى حظا أوفرا لوفاق السطيف الذي لم يتمكن من مجارات قوة لاعبية الأهلي وخبرة لاعبية الأهلي فانهزم بروبعية جعلت الأهلي في النهائي على الورق في انتظار مباراة الإياب التي ستكون بعد أسبوع من الآن مبروك للأهلي مبروك للحظ أوفر لوفاق السطيف نرخيكم على خير في فيديو مقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته